على أوكرانيا قال لك حتى لا تكون في أيدي الحلف الأطلسي طيب هاي أوكرانيا لا تكون في أيدي الحلف الأطلسي هاي فنلندا اللي بالحقيقة حدودها أكبر من حدود أوكرانيا معك حدود الفنلندية الروسية في حدود 1500 كيلومات وفنلندا منذ 75 سنة منذ الحرب العالمية الثانية أو حتى قبلها وهي في حالة حيات صحيحية منتمية للغرب ثقافيا وحضاريا واقتصاديا ولكنها عسكريا رفضت أن تكون جزء من حلف الأطلسي فإذا وذو الدكتاتور لما ما يكونش قادر يسمع الأراءة العقلانية اللي قالت نحن شفنا كيفاش بوتين تعامل مع مدير المخابرات الخارجية نتاعه وكيفاش بهدله أمام الناس وقام بتصويرها يعني بإرسال الصور لأن كانت مسجل تمنع المساعدة يبعثها لي أيضا إلا راح ما تذكرها باش نعوده نذكره الناس نذكرهم شوية بما فعل فلأن مدير مخابراته كان متحفظ على غزو أوكرانيا فالآن هذا خطر استراتيجي وجودي أي أن الغرب اللي ما كانش موجود في السويد كنيتو يعني الحلف الأطلسي وفي فنلندا السويد ما عندهاش حدود مباشرة مع الروس لكن عنده حدود مائية قريبة من روسيا إلى آخر وهي أيضا كانت في حالة حياد والسويد في حالة حياد منذ أكثر من مئات سنة في الحقيقة فإذا بتصرفات بوتين خوف هذين البلدين هم بلدين صغيرين يعني عدد سكانهم محدود جدا وإن كانت مساحاتهم كبيرة لكن عدد سكان محدود فخوف بوتين بغزو لأوكرانيا لهي عندها جيش أكبر منهم وعندها شعب أكبر منهم بكثير أكثر منهم بكثير ومع ذلك تعرضت الغزو الروسي فالفنلنديين اللي كانوا قبل بداية الحرب أو حتى في بداية الحرب كان فقط أقل من الربع أقل من 25% يريدون أن يصبحوا عضاء في الحلف الأطلسي اليوم الأخبار تقول من هناك أن أكثر من 75% من الشعب الفنلندي يريد أن يكون جزء من الحلف الأطلسي بالنسبة للسويد أكثر من 50% في حين فقط 20% عارضوا أن يكونوا جزء من الحلف الأطلسي شفتوا التصرفات وهنا أيضا قل إخواني ها هي النتائج ها هي النتائج ما تمشوش بالبروباغندا أو بالعواطف أو باللوش في بالتمنى بالتمني تعب بوتين لأن بعضكم يعتقد أن بوتين يسار يحارب الغرب أو هو ضد استعمار لا لا بوتين روسيا قوة استعمارية استعمرت 14 دولة أخرى باسم الاتحاد السوفيتي أيام الاتحاد السوفيتي وعندما نهى الاتحاد السوفيتي ما زالت روسيا تستعمر شعوب وأقليات كثيرة منها شعب الشيشاني اللي بوتين شخصيا أشرف على قتل عشرات الألاف منه واقتصاب عشرات الألاف من نساء وقتل آلاف من أطفاله وتدمير غروزني إلى درجة أنها أصبحت تدرس كيف يتم سحق مدينة كاملة وغروزني هي عاصمة الشيشان اللي راهي محتلة من طرف الروس طبعا وضعين عليها أحد العملاء انتاحهم اللي هو قذيروف كما يسموه الناس أو قذيروف إذن جاء بنتيجة عكسية مباشرة وهي أن فنلندا والسويد المحايدتين الآن تريد أن تصبح جزء من الحلف الأطلسي طبعا الأتراك يعترضون على هذا وأنا أعتقد أنه اعتراض ما يلبث أن يختفي وإنما يريدون الأتراك اللي تبونر عندهم اليوم غريف الأمر أنهم كانوا يتهموننا من أن علاقاتكم وتركيا وكل مرة يتضح في الحقيقة أن علاقات تركيا هي مع المافيا العسكرية تحكم البلاد وليس مع الحراك وليس معنا وليس مع رشاة وليس أبدا يعني كل مرة تأتي أشياء تؤكد وبالمناسبة احنا كنا اتهمنا في 2019 بأننا مع النيتو فرنسا في 2020 أننا مع قطر وتركيا وفي 2021 أننا مع إسرائيل والمغرب وفي 2022 أننا مع الجماعات الإسلامية القاعدة وعبث مسخرة لا أحد يصدقهم لو كانوا بقاوا غير في اتهام واحد ممكن يتلاعبوا شوية ببعض العقول هنا أو هناك لكن هاي تركيا في الحقيقة مع مرحي أردوغان جاكم رئيس وزراء ووزير خارجيات وجاوكم انتم ما رحتوا لهم تبونها وثم اليوم الشركات التركية هي تقريبا الآن 1400 شركة تركية في الجزائر أكبر عدد شركات أجنبية هي الشركات التركية من مع من؟ من مع من؟ المهم الأطراق قد أبدوا اعتراضهم وزادوا وخرجوا قالوا لأن في هيلسينكي وفي فلندا عموما وفي السويد عموما هناك الجماعات الإرهابية وجماعة جولن وجماعة الأكراد البيكيكي وأنهم يتلقون كل المساعدات هناك وهؤلاء تعتبرهم تركيا جماعات إرهابية ويجب على السويد وفلندا إذا أرادتها أن تنضم الحلف الأطلسي وتوافق تركيا على ذلك لأنها عندها قلبيتو الحلف الأطلسي كانت 30 دولة لازم 30 دولة يوافقوا على انضمام أي دولة جديدة إذا دولة واحدة قالت لا فمش راح تنضم فالأطراك يريدون أن يحقوا مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية من حقهم ذلك بطاعة الحال لأنهم مصالح بلادهم بمعنى أنهم يطلبوا من السويد وفنلندا ودول أوروبية أخرى أن ترفع يدها عن دعم هذه الجماعات سواء اللي مقيمين عندهم أو اللي موجودين في سوريا أو في العراق فتركيا تريد أن صفي حساباتها مع جماعة غولل ومع جامعة الأكراد خاصة البيكيكي ولذلك هي تضغط وتقول أنها ستحتج ولن تقبل بانضمام أنا في اعتقادي في النهاية تركيا ستقبل انضمام السويد وفنلندا والحقيقة هذا أيضا لحسابات أخرى وهي أنها الخصومات الروسية التركية على المدى المتوسط البعيد هي أكبر بكثير والاحتكاك ما بين تركيا اللي هي وريثة الدولة العثمانية وما بين روسيا اللي هي وريثة الزار والمبراطورية الروسية احتكاكات تعود إلى 400 سنة 500 سنة الصراع التركي الروسي ره عمره أكثر من 500 سنة منذ أن بدأت روسيا في التوسع على حساب الأتراك أو الدولة العثمانية يومها وبالفعل أخذت روسيا ملايين الكرومترات المربعة اللي كانت تحت حكم العثمانيين بما فيها جزيرة القرم اللي مثلا هي اليوم جزء من أوكرانيا وبعدين اقتطعها الروس في 2014 إلى آخره فهي ستقبل ولكنها ستحقق مجموعة مصالح اقتصادية وعسكرية وجيوستراتيجية بالاعتراض في البداية لكنها في النهاية ستقبل بدخول السويد وفنلندا وستقدم لها الغرب سيقدم لها أموال وسيقدم لها أسلحة وسيربما يضيق على بعض المعارضين لهم في العواصم الغربية حتى تقبل تركيا ذلك وهذا الحقيقة أنه يداف على مصالح بلادهم أو مصالح حتى نظامهم سياسيا مش حاب نطول في هذا الموضوع كثير باش نخصوا الوقت ربما نرجعولو بطاعة الحال في اللايبات القادمة وإنما المشكلة أنه هاكم بلاك تبعتم فيه الآن هجوم مضاد أوكراني خاصة في ثاني مدينة اللي هي خاركيف لسترجعتها لسترجعوها الأوكران وردوا الروس إلى عشرات الكيلومترات بعيد عنها والآن ربهم في حالة هجوم مضاد طبعا هذا قد يدفع بوتين اللي ذكرت بعض المسادر الغربية بما فيها جريد التايمز أو مجرد التايمز قالت من أنه مصاب بسرطان في الدم وقالت وحتى نشروا موقع أو تسريب لأحد الأوليغارك القريبين من بوتين قال لهم بأنه عنده سرطان في الدم وبدأوا الغربيين يتحدثوا على أن بوتين مريض وبالفعل لما ترى وجهه تشعر بأنه مش طبيعي خاصة كيف ظهر يوم تسعة مايا إذن هم يتحدثوا على أنه عنده سرطان في الدم ربما هذا قد يدفع إلى مزيد من الجنوب يقول لك أنا ميت ميت بالسرطان خليني ندي معي ندي معي الدول الغربية وندي معي نص العالم ربما بالأسلحة النووية لكن بطبيعة الحال المحيطين به من كبار جنرالات وكبار المسؤولين لا أعتقد أنهم في النهاية سيقبلون أن بوتين يستعمل السلاح النووي لكن مش كثير 10% مما تحتاج وكانت شير من روسيا عادت جابة الكهرباء هذا من السويد ومن دول أخرى فينلندا وأيضا قال فقط أن الرئيس الفنلندي لما تحدث مع بوتين قال له أنكم ترتكبون خطأ بالنضمام كل حلف الأطلسي والروس قالوا بين أنهم سينشورون مزيدنا القوات الآن مع حدود فينلندا هذا في حد ذاته يشكل مشكلة لأن بدل هذه القوات مثلا تذهب لأوكرانيا تصبح مضطرة أنها يحمي الحدود مع فينلندا التي كانت في الأصل حدود آمنة لأنها فينلندا محايدة لكن بما أن فينلندا تصبح جزء من حلف الأطلسي وربما في خلال أسبوع أو عشرة أيام أو شهر على أقصى تقدير فتصبح روسيا تحت سياسة بوتين وغزو لأوكرانيا تصبح تواجه أيضا السويد وفينلندا باعتبارهم أصبحوا أعضاء في الحلف الأطلسي راح نعود لهذا المواضيع ببرك يعني المخابرات البريطانية إذا ما صدقناهم قالوا من أن إذا ما صدقنا المخابرات البريطانية قال لك رجحت استخبارات جيش بريطانيا أن تكون روسيا قد خسرت نحو ثلث قوتها القتالية وإذا عرفنا أن القوة القتالية اللي بدت بها روسيا في أوكرانيا هي 150 ألف فإن حسب المخابرات العسكرية البريطانية فإن 50 ألف من الجنود إما قتلوا وإما جرحوا أي أنهم تم تحييدهم نوتراليزيا وهذا رقم مهول وهذا أيضا له تأثيرات والأسر ليفقدوا أبنائهم أو يجرحوا أو ليتقطعوا رجليهم أو يتنحوا عينيهم هذا كل تأثيرات الحرب مدمرة على أي مجتمع على كل نحن نعود لهذا المواضيع في الأيام القادمة ترجمة نانسي قنقر